تتواصل الجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح البري حيث تمكنت هذه الجهود من دخول 12 شاحنة وقود بالإضافة لأكثر من 180 شاحنة من المساعدات الإنسانية متاجهين لمنفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة المزيد يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية بعد التحية لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية أمام بوابة معبر رفح المصري وربما التطور اليوم هو عودة دخول الشاحنات مرة أخرى إلى منفذ كرم أبو سالم بعد أن منع المنفذ بالأمس استقبال أي من الشاحنات لكن اليوم نتحدث عن دخول 182 شاحنة بهم عدد كبير من المساعدات الجذائية والإمدادات الطبية بالإضافة إلى التطور الأهم اليوم هو دخول 12 شاحنة وقود نتحدث عن 8 شاحنات للسولار وأربع شاحنات للغاز وهذا الرقم هو الأكبر منذ بدء استئناف عملية دخول المساعدات لمنفذ كرم أبو سالم بالتنسيق بين مصر والأمم المتحدة وهذا يأتي ضمن الوساطة المصرية والجهود المصرية المكثفة لتلبية النداءات العاجلة داخل قطاع غزة بضرورة توفير شحرات الوقود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الصحي وتشغيل المستشفيات التي أصبح لا يعمل منها سوى 17 مستشفى فقط هي التي تعمل في قطاع غزة كما صرحت منظمة الصحة العالمية وهي لا تستطيع الوصول إلى الكثير من هذه المستشفيات فضلا عن أنه لم يعد هناك مستشفيات تعمل داخل مدينة رفح الفلسطينية سوى المستشفيات الميدانية فقط والتي تعمل بكفاءة جزئية للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى